السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين اليوم درس جديد خاص في كورس البيالسي المستوى الثالث باستخدام برنامج التيا بورتال في هذا الدرس سنشرح أدوات جديدة ونطبقها على بيالسي س7200 من شركة سيمنز لكن قبل أن نبدأ في الفيديو أرجع مشاهدة الفيديو إلى النهاية وأيضا عمل لايك للفيديو بالإمكان دعم القناة ماديا من خلال ميزة تانكس أو شكرا الموجودة أسفل هذا الفيديو أو من خلال الانضمام أو الانتساب في القناة للحصول على ميزات إضافية بالكورسات اللي نقدمها على قناتنا في اليوتيوب في هذا الدرس رح نشرح أدوات جديدة موجودة ضمن بيالسي س7200 ونطبقها باستخدام برنامج التيا بورتال هذه الأدوات رح تمكنك من احتراف البيالسي بشكل صحيح وأيضا رح تفهم الأدوات اللي نطبقها على البيالسي أيضا رح تفهمها بشكل صحيح وبالتالي رح تفهم عمل البيالسي بشكل أفضل في الدروس الماضية شرحنا أدوات جديدة موجودة ضمن البرنامج التيا بورتال اللي هي أدات المولتيبلاكس والدي مولتيبلاكس وشرحنا الفائدة العملية من عدد في هذا الدرس رح نشرح أداتين جديدة موجودة ضمن برنامج التيا بورتال حتى نطبق هذه الأدوات اللي رح نشرحها في هذا الدرس لازم تركز وتتابع الفيديو إلى النهاية في البداية رح نشرح أدات الدي كود والإن كود بالنسبة لأدات الدي كود والإن كود هي تعتبر أدات وحدة لكن يكون عملها يعني واحدة عاكس الثانية بمعنى لو أخذنا أدات الدي كود رح نلاحظ أن هذه الأدات هي عبارة عن متغيرات مثل ما تلاحظ الإن والأمبوت والأوتبوت حالها حال أي أدات من أدوات البرنامج جديد بورتال بالنسبة رح نختار أول شيء الإن هو التفعيل رح ناخذ على سبيل المثال هذا بالنسبة للأمبوت على سبيل المثال هذا الأمبوت رح يقترن بالنوع البيانات اللي موجودة في هذا النوع من الأدوات فعلى سبيل المثال رح نحدد الأمبوت والأوتبوت الخاصة بين نوع البيانات الدي كود مثل ما تلاحظ أنه نوع البيانات لازم يكون يوني انتجر أوكي هذا النوع رح يكون عبارة عن 32 بيت موجب فعلى سبيل المثال رح أخذ الام دي عشرة شرحنا هذا النوع من البيانات هو عبارة عن 32 بيت أوكي الأوتبوت رح أن تتحدده هل هو بيت وورد دبل وورد رح أخذ أيضا دبل وورد أوكي فعلى سبيل المثال هذا رح يكون الام دي 20 أوكي بهذه الطريقة هذا بالنسبة لدالة الدي كود بالنسبة اللي عمل هذه الدالة عمل دالة الدي كود أوكي رح اللاحظة من خلال الخاص بهذه الأداة اللي هي الدي كود أوكي عرفنا كيف نظهر الخاص بهذه الدالة مثل ما تلاحظ الان هو الامبوت من نوع بولين هو التفعيل مثل ما تلاحظ هذا التفعيل الان اللي هو الاؤتبوت هذا الخاص أيضا بولين إذا عندك نوع ثاني من الأدوات بالإمكان أن تربطها بنفس النيتورك وبنفس التفعيل أوكي وشرحنا هذي في الدروس الماضية بالنسبة الأهم اللي هو الامبوت والأوتبوت الخاص به بالنسبة للامبوت والأوتبوت هذا رح يكون عبارة عن يوني انتجار اللي هو 32 بيت وأيضا بالنسبة للأوتبوت أيضا أنت رح تحدد هل هو وورد تبل وورد أنت رح تتحدد نوع البيانات الغرض من هذه الأداة رح أقرب قليل حتى تكون مفهوم مثل ما تلاحظ لو أخذنا أنه نوع البيانات دبل وورد نفس المثال اللي طبقنا هذا نوع البيانات دبل وورد يذكر أنه الهيلب الخاص به أنه نوع البيانات دبل وورد عرفنا هو 32 بت تبدأ من صفر إلى 31 مثل ما تلاحظ هذه حتى تكون مفهومة حتى تكون مفهومة للجميع مثل ما تلاحظ من صفر إلى 31 بت هذا نوع البيانات الخاص بالأوتبوت الغرض من وظيفة أو الوظيفة الديكود هو رح يعمل تحديد للبوزيشن بت سيت هذا بمعنى لو كتبت في الأنبوت 3 فرح يذهب إلى الـ 38 بت اللي موجودة في الأوتبوت ياخذ فقط البت تسلسل رقم 3 ويجعل 1 والباقي رح تكون صفارة بمعنى لو أخذت الأنبوت 3 فرح يحسب هذا هو بت 0 بت 1 بت 2 بت 3 يعني رابع 1 هو رح يكون سيت البقية رح يكون عبارة عن ريسيت بمعنى لو أخذت رقم 5 فرح يحسب 5 بت هذا الصفر هذا الواحد هذا الاثنين 3 هذا هذا الخامسة رح يكون 1 والباقي رح يكون صفارة هذا النتيجة الاؤتوت هذا هو الفائدة من الدي كود رح نطبق حتى تكون الفكرة بعد أوضح بعد أكثر هعمل start simulator بهذه الطريقة ننتظر إلى حين أن يفتح download الخاص بالsimulator علي رح يعمل compile أوكي رح يعمل وبعدها ون وبعدها رح أعمل load حتى يتم تحميل الكود البرمجي رح أعمل تجريل أوكي أوكي أنت بالإمكان أن تعمل compile بالبداية من خلال edit هذا compile تعمل compile حتى يتأكد من error أو warning الموجود ضمن الكود البرمجي سأعمل monitoring حتى يتم مراقبة الكود حاليا تم تجريل الكود عمل تفعيل بهذا الطريق حاليا رح أعمل الكودات الخاصة disability format الخاص بالnetwork كلها يكون من نوع decimal حاليا لو تلاحظ أنه bit 0 هو عفوا الonput هو بمقدار 0 الoutput كان 1 كيف تم هذه العمل يعني لو ذهبنا إلى 32 bit وجعلنا أول bit هو 1 لأن أنت تذاكر أنه الonput هو 0 الonput 0 رح يجعل أنه الbit بتسلسل 0 يجعل قيمة set التي تكون 1 والباقي سيكون 0 لو أخذنا أيضا القيمة الonput 1 بالdecimal 1 لو أخذنا هذا 1 سيكون 2 بمعنى لو ذهبنا إلى البتات الخاصة بال32 bit وجعلنا البت الثاني 1 هذا رقم 1 هذا رقم 0 هذا رقم 1 والباقي كلها صفارة رح يكون الناتج 2 حتى نتأكد من هذا الشيء رح نذهب إلى calculator هذا نتأكد عرفنا هذا الشيء تمام بهذه الطريقة نحول إلى program أوكي وبعدها نذهب إلى binary ونجعل 1 0 هذا 1 0 لو تلاحظ أن 1 0 بالدسيمول كانت قيمة 2 أوكي 1 0 كانت قيمة 2 أوكي حاليا لو أخذنا غير رقم 2 أخذنا على سبيل المثال رقم 4 4 المفروض رح يكون 16 اللي هي حتى تكون أسهل إليك هي 2 4 2 4 هي 16 أوكي بالدسيمول حولنا رقم 4 أوكي مثل ما تلاحظ 16 حاليا أصبحت القيمة 16 أوكي لو ذهبنا إلى الكالكوليتر الأفوان الأربعة لو ذهبنا إلى البتات حتى تكون أسهل رح يكون التسلسل البت 4 هو وال6 والباقي رح يكون 0 يعني هذا 0 0 0 اللي هو 1 0 وال1 وال2 وال3 وال4 1 وأمام أربعة أصفار لو كتبنا بالكالكوليتر 1 وأمام أربعة أصفار لو تلاحظ بالدسيمول أصبحت 16 16 بالدسيمول أوكي الواحد وأمام أربعة أصفار هو رح يكون بمثابة 16 بالدسيمول أوكي وأيضا لو تلاحظ أيضا 4 حتى تسهل إليك أنه 32 بيت رح يكون من صفر إلى الواحد وثلاثين يعني أعلى قيمة رح يكون 31 طيب لو كتبنا مثلا على سبيل المثال 6 سيكون 64 تقريبا بالدسيمول أوكي 64 أوكي لو أخذنا الستة هو رح يكون واحد وأمام ست أصفار أوكي إذا أخذنا التسلسل ستة اللي هو صفر الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أوكي ست أصفار واحد وأمام ست أصفار أوكي بالبايناري هذا البايناري واحد صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لو تلاحظ أنه الناتج كان أربعة وستين هذا قيمة الأوتبوت أوكي هذا الشي رح يكون من صفر إلى واحد وثلاثين أوكي لأن أخذنا الأوتبوت هو واحد وثلاثين بت بمعنا double word إن شاء الله يكون هذا الدرس واضح لجميع إن شاء الله في الدرس القادم حتى الفيديو ما يكون طويل راح نشرح الأدوات الأخرى اللي موجودة ضمن برنامج T-portal حتى الكل يستفاد من عدها هذا يفيدنا يعني الصراحة هذا استخدام جدا قليل لكن انت بالإمكان أن تستخدم بعمل النشرات الضوئية أو بعمل النائل اللي هي نافورة المياه بحيث كل رقم يعطيك حالة معينة بمعنى إذا كان واحد راح يكون الناتج ثمين مثلا إذا كان ثمين راح يكون أربعة إذا ثلاث راح يكون ثمانية راح يتم تفعيل أوتبوت أكثر أوكي على ضو هذه الأوتبوت هذا راح يتم تفعيل مثلا إذا ذكرت أنه قيمة الأوتبوت كانت 64 راح يتم تفعيل الأوتبوت الأول والثاني والثالث والرابع إذا مثلا قيمة الأوتبوت كانت مثلا واحد ثمانية مثلا راح يتم تفعيل الأوتبوت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا بحيث أنت تعمل تسلسل عشوائي بحيث يعطيك نموذج اللي أنت تريده هذا الشي مثل ما ذكرنا في الوارع الصناعي يكون استخدامه جدا قليل لكن ان شاء الله راح نشرح ادوات جديدة لها استخدامات افضل ونطبقها بشكل عملي او مع برنامج الفكتر ايو حتى تكون الفكرة مفهومة للجميع. اذا لحد الان غير عمل لايك الرجوع عمل لايك للفيديو. وايضا مثل ما ذكرنا بالامكان دعم القناة ماديا من خلال ميزة او شكرا او اه من خلال الاشتراك او الانضمام في احد المستويات اللي موجودة ضمن ميزة الانتساب للحصول على ميزات اضافية بالكورسات اللي نقدمها على قناتنا في اليوتيوب. الى هنا نصلوا اياكم الى نهاية هذا الفيديو. تقبلوا تحياتي والى اللقاء.